في صفحة 495 أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن العبد إذا توضأ فغسل وجشه تناثرت عنه ذنوب وجشه ولكن بالمضمون المتقدم وإن أعظم طهور الصلاة ولاء محمد وعلي ولاء إمام زماننا هذا هو أعظم طهور الصلاة فحينما نتوجه إلى الوضوء لا بد أن نستحضر هذا المعنى أن الطهور الحقيقي هو في ولائنا لإمام زماننا هذا المضمون أن الطهور الحقيقي هو في ولاء إمام زماننا فولاء إمام زماننا ولاء لمحمد وعلي وهذا الماء لن يكون طاهرا ومطهرا إلا بولايتنا لعلي العنوان المجمل أن نتوجه إلى إمام زماننا أن نعيش هذا المعنى سواء كان هذا المعنى في قلوبنا في نياتنا أو حتى نخاطبه بألسنتنا أن الطهور الحقيقي وأن أعظم الطهور ما هو بهذا الماء يا ابن رسول الله هذه طقوس نحن نجريها الطهور الحقيقي ولاءك يا بقية الله هذا هو الطهور الحقيقي أن نعيش هذه الصورة هذه الصورة نعيشها عند الوضوء حينما نتوضأ نستحضر هذه النية كل هذه التفاصيل التي مرت يمكنك أيها المتوضع أن تختصرها أنت الآن تقوم كي تتوضأ لصلاة المغرب مثلا لصلاة الظهر لا حاجة لهذه النية التي صارت مشكلة في استحضار الألفاظ ذهنية أو استحضار الألفاظ لسانية أنت تعرف تريد أن تتوضأ لصلاة الظهر انتهى الأمر نيتك هي هذه توجه إلى إمام زمانك قل يا ابن رسول الله إن كان بقلبك أو بلسانك الطهور الحقيقي هو ولايتك وانتهينا وتوضأ وهذا أعظم الطهور هذا أعظم الوضوء بهذه النية توضأ قل يا ابن رسول الله الطهور الحقيقي هو ولايتك وهذه طقوس وهذه طقوس متفرعة عن ولايتك إذا كان الأمر بهذه الصورة يأتي هذا الحديد إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت عنه ذنوب وجهه وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه وإذا مسح رجليه تناثرت عنه ذنوب رجليه وإن قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب إن قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم ولكن عليه أن يكون ملتفتا إلى ما يقول فإسم الله الذي جاء مذكورا هنا هو إمام زماننا بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الرحمن الرحيم هو إمام زماننا فأنت تسمي بسم الله من هو اسم الله من هو وجه الله هو الحجة بن الحسن وإن قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة ماذا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك على خليقتك وأن أولياءه وأوصياءه خلفائك تحاتت عنه ذنوبه كلها كما يتحات ورق الشجر يعني كما يتساقط وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين وثواب ذلك لهذا المتوضع ويستمر الحديث تلاحظون أن المضامين كلها تعود بنا إلى محمد وآل محمد كل الألفاظ كل العبائر تقودنا إلى محمد وعلي ومحمد وعلي إلى أي جهة يوجهوننا إنهم يوجهوننا إلى إمام زماننا إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ترجمة نانسي قنقر